يوم صحتك بصحنك متبع أصدقائي بتعرف على المفاعل أو شو ليش بعض الأشخاص بيتأثروا بمأكلات معينة ما بيتفعلوا معها بشكل جيد شو ممكن يكون التأثير السلبي وشو أهمية نعرف شو المأكلات يلي الجسمنا ما بيحبها يمكن نحن عم نحبها ولكن هو ما بيحبها اختصاصية التغذية ساندرا اسبير بونجور ساندرا مجددا نحن كنا عم نحكي للمستمعين انه في فرق بين الحساسية الغذائية بين الألرجي والإنتوليرانس أو عدم تقبل الجسم لمأكلات معينة قديش نسبة المأكلات يلي ممكن الإنسان ما بيتقبلها يعني انت بعرف تعملي الفحص على الجهاز وبيطلع عندي كهيدا فحص جينيتيكي بنعمل مرة وحدة بالعمر وهو بيحدد شو الجسم ما بيحب مأكلات ما صبت أو ثلاثة لا اجمالا المعدل كم عدل كم عدل يعني كيف ما كان من ثلاثمية و من ثلاثمية و ثلاثين أوقات فيه ناس بيطلع لها بالخمسين آيتم يمكن وفيه ناس يمكن ثلاثين فيه ناس يمكن عشرين آيتم فيه ناس يمكن مية يعني ما في جسم لأنه مثل التاني حسب وقلت لنا أنه فيه ناس مرق معك ليل ولكن ما عندهم شخصين بس ما عندهم شي يعني دائلة بالدمان فيه بس شخصين طلع أنه ما عندهم فيه حدا عنده على أكتر من مية آيتم فيه مرة حدا بس كانت هي حالة أكترام يعني مش بس عندها مشكلة بالوزن عندها مشكلة بالوزن عندها مشكلة بالجلد وعندها مشكلة بالغدد طلع عندها آيتمز كتير كتار يعني بين عندهم طلعوا المأكلات اللي فيها تأخذون بس الفكرة بعد الفحص البو طبعها جلد ريء معدتها ريئي من بعد معرفت شو اي اكيد مش من أول نهار يعني بس أنه من بعد شي شهر من الرجيم ونوقف الأكلات وشوي شوي ونغير تحسن وضعه وبالآخر وصلنا لمطرح أنه تخلصنا من هالمشاكل أنا تفجأت بهيد الكيس بسطة أكيد خليني ذكر الأصدقاء المستمعين إذا عندكنا أي سؤال لاختصاصية التغذية سندرة أسبر فيكن أو تتصلوا على 01325555 إذا كنتوا عبتتصلوا من خلال السلولار 76611 003 أو 005 بينما الواتس أب هو فقط للرسائل المكتوبة أو الصوتية بدي أتمنى أبدا ما تجربوا تتصلوا على 766611 001 بدي أقول بونجور لقابي عبد الله وأيضاً لقيس نجدي شكراً لألك سندرة طيب هل ما أكلت ما فينا أكلها بظل كل العمر أنت قلت هيداً لديه هيداً شي جنتيك مزبوط ولكن يعني نحنا بنعرف أنه بالحساسية إذا بقي فترة كتير طويلة للإنسان تجنب مأكلات معينة أوقات أوقات من النواد يردينس بينسى الجسم الحساسية من النواد هيداً وحسب شو نوع الحساسية يعني في أنواع أي ممكن بس إجمالاً إجمالاً إذا حساسية من الزغر على حسب شو الأيتم على كبر بيرجع فيه يجرب أي أولاء بس بالإنتوليرانس غير موضوع لما بيكون لما بيكون جهازك الهضمة عم بيعمل ردة الفعل بنهاية خلاص مصارينك ما بتحب الشغلة معتك ما بتحب الشغلة ما بتهضميها بديك تعب ماء بديك تعمل نفخة بديوط الميتابوليسم وقردي الميتابوليسم مع تقدم العمر إجبارة أنه يوطى يعني بيولوجياً كل سنة نحن بنخسر 2% تقريباً من الميتابوليسم طبعاً هلأ مظبوط الفحص الجيناتيك وأوقات بيطلع يمكن إشياء من حبة أنا بنصحهم أنه بس يسبتوا الوزن نوصل لمطرح أنه وزننا يصير سابت يوصلوا للتارجت يلي هني بدوا نياب إن كان بالوزن أو بالشكل نصير ناخد أيتم بالجمعة يعني لنقول طلع أنه عندي كل بروكولي والرز بهذا الجمعة بيكون الرز جمعة تجي بيكون بروكولي أما ما بيجمع أكتر لا ما بيجمع أكتر بده يرجع يوطى الميتابوليسم برجع بنصح وهذا الشي اللي ما بدنا إياه لأن إحنا عملنا كل هالشغل لنخسر الوزن ما بدنا نرده فأكيد لأ إذا ما نرجع نأكل عادة من كل شي اللي عندنا عليه انتوليرانس كل الوزن ويرجع كل العوارد اللي نحنا أصلا كانت زعجتنا رقم بيخلاص تسعة تسعة ثلاثة بيسألك أو بتسألك شو سبب النفخة مش عم بتروح شو سبب لو أكلت شوي بعمل نفخة هلا أول شي ما نشوف شو اللي عم تاكله شوي ومثل ما ذكرت أوقاتي بيطلع بالفحص الانتوليرانس إشياء ما بتتوقعية يعني من المعروف أنه الفلايف ليل بروكولي قرنبي بيتعمل نفخة بس أوقاتي بيطلع مثلا الخميرة أوقاتي بيطلع معنا الكورن أو بيطلع الرز أو القمح أو شوفين أو بيطلع للجيج يعني ما في أحدد أنا كل شخص كيف بيتفاعل مع الأكل وشو الإشياء اللي بتعمل له نفخة مثل في ناس مثلا بتاكل البوكوليات يعني البازلة الفصولية العدس الفول بيأكلوها وما بيتأثر جسمهم وفي عالم بتاكلها وبتنفخ وبتدايق على كذا نهار يعني ما في يقول أنه على الأكيد من هاي دي الأكل لا أوقات بتفاجأ أنا بأنه بيطلع الرز أو الجواب شي مش متوععت مش ناطرينه أبدا يعني لازم نعمل فحص حتى نحنا نعرف إذا حدا عنده نفخة ومتضيق منه أو واجع بالمعدة أو واجع بالمصارين أو عم بعبوا ماء أو أنه عم بيجرب يعمل دايت وملتزم فيه ومع ميخسر وزن أكيد يعني عنده وانتوليرانس الحال حتى ليكمل خسارة وزنه أو يتخلص من مشكلته الصحية هي الانتوليرانس صديقتنا هانيا من الولايات المتحدة هانيا هي صيدة لانية بتقلنا إنه هيدا الدواء موجود هوني هانيا هو لحالات الحساسية طارقة هو إبري بنعملها لحالنا يمكن بغير اسم هيدا الأشخاص اللي عنده نحسس حساسية أكيد مش انتوليرانس لازم يضل في معونه مزبوط منها لأنه بلحظات تنقذ الحياة أو مية بالمية أكيد لأنه جهاز المناع اللي عم يعمل ردة الفعل بالحساسية فأكيد جمالا العالم اللي عنده حساسية وقوية وممكن تنوجد بكذا أكلة بالمطاعم أكيد بيبقى معون إبريلا صار ما صار إيه لأنا أنا أوقات بيكون مش عارفين أنه هالمادة داخلة وأوقات سكينة قصين فيها مزبوط اللي هني بيعملوا عليها حساسية ورجعين مزبوط مية بالمية في كتير عالة مثلا عندهم على البينات بطر زد التفول السوداني مثلا ما بتتوقعي أوقات موجودة بكتير أكلات أوقات تبقى مثل منكه بقطعوها مخباك مزبوط بتفاجأ الواحد أنه موجودة ما كتير بيهتموا بالمطاعم بالأنتوليرانس والألرجي يعني ما بيكتبوا لك شو فيه بقلبه إذا فيه حليب ما فيه حليب ما بيخبريك وفي كتير عالم عندها أنتوليرانس على الحليب في العالم عندها ألرجي على الحليب يعني ما كتير بيذكروا هاي في المطاعم أنا بحس لأشخاص عندهم ألرجي كتير قوية بيخدوا الزوادة معهم ايه أو بفلي تفلي للشاف يعني يعني بيسألوا بليز بدي أعرف فيها ولا ما فيها قولولي ايه هلأ كمان حتى الحساسية درجات صادرة أكيد يعني في ناس الحساسية كتير قوية عندهم وبدون يعني مستشفى أو إبرة حساسية بظرف أقل من دقيقة أو في ناس بيورموا شوي ولكن مقبولة هلأ كمان حسب الفاز طبع الشخص إذا كمان كتير سترسي أو عنده ضغط نفسي جميلا كل شي بيصيروا يبينوا أسرع بيبينوا أكبر لأن الجسم بيكون ضعيف تعبان يعني الضغط النفسي شو بيبين ضغط النفسي كتير معنا أتصال علو علو مرحبا أهلا أعطيكم الله أهلا 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 أسأل ما لعيت الزيت عريق بتضر شي الكوليستيرول إذا أنا معي أوكي ما لعيت الزيت عريق جميلا ما بتضر الكوليستيرول بس إذا عم تاخدوا دهون بقيت لنهار بكمية زيادة ممكن تصير الضر يعني ما بيعلي الكوليستيرول ما بيعلي الكوليستيرول وبعلي الأشدقال لحاله لأ إذا بس عم ناخدها هيدا المال أعريق ما بتأثر بتعلي الأشدقال يلي هو الكوليستيرول اللي منيح بس أنا إذا عم بيخدوا دهون بقيت لنهار بكمية غلط أو عشوائية بيصيروا كلهم مع بعضهم يأثروا على الكوليستيرول بالمانيزيوم إذا وطي بالجسم العين بتصير ترف بتصير تعبين عسين ما بتعرف ليه عواردة شوي بيشبهوا شوي فقر الدم بس إجمالا بيصير يتأثر العضل أكتر تعمل كرامبات غير مبررة ها هي الكرامب هيدا واحدة من أنواع الكرامب يلي ممكن تصير المانيزيوم إجمالا تتاخدوا بتلاقيه بالسباني الخضار الغام الخاسة من بره البروكولي هول إشياء كل شيء لونه أخضر كل شيء لونه أخضر غامي بيكون عالي بالمانيزيوم سارة بتقول أنا عندي من جمعتين عندها حكيك بالجلد مثل التعاقص تحت الجلد عبتاخد الدواء خلصوا ما استفادت شي سارة يمكن لازم تراجعي طبيب جلد مزود أكيد يعني ما بعرف إذا هي من الأكل ولا هي عقصة ولا هي فيروس ما فينا نعرف هانيا بتسأل ما بعرف إذا هو زيته الدواء بس في عنا أكيد لأنه في كتير ناس عندهم حساسيات ولازم يكون في موجود الأدوية طبعا الحساسيات رأي بيخلاص ستة وسبعين أنا عمري تسعة واربعين سنة وزنة تنين وتمانين بمشي كتير بس ما بضعف رغم الرجيم يلي بعملو كيف بدي عالي الميتابوليس أوكي لأن عالي الميتابوليس نفيك كزا طريقة أول شغلة بدي أشرب ماي كتير مزبوط بدي كون عم منتبه على نومي بدي يكون مأكد أنه ريجيمي مزبوط معمول من قبل إخصائيين يكون مدروس مش أنه عشوية أو أنا مقاريرة مزبوط لأنه بدي يكون عم عير الأكلات لأنه الدايتشن بس سعطي الدايت هاكتا نقول أنت بتحرق ألفين كالوري هيدا الألفين كالوري الدايتشن هي محولتها لكمية مأكلات معينة يعني هي مش سألة بس تقل لك كوبو تسعين أو ميت جرام أو ما بعرف أبعى مش رغيف هي مش سألة هي عم تحسب لك هيدا الرقم حولته لكمية أكل إذا أنا ما عم عير الأكلات مزبوط بالتالي أنا بكون يعم بيكل أكتر يعم بيكل أقل وعلى الحالتان هيدا الشي مش منيح إذا عم بيكل أقل يعني أنا أكيد حأضعف بس حأخسر مع عضل وحأخسر مي ورح يوتى الميتابوليسم وإذا عم بيكل أكتر من البديهة أنه ما أخسر وزن وأنه يزيد وزنه فكتير مهم أنه أول شغل التزم بالدايت نام منيح أشرب مي مزبوط ظلني عم مارس الرياضة وبلاس كون عارفة شو الأشياء اللي أنا عندي أنتوليرانس عليها لأنه هيدا كمان شغلة بتأثر على الميتابوليسم وابعد عن سترس هاي أهم شغلة أيضا أتسال ألو ألو عندي صبيعي أوقات بيكارب شو هيدا بيكون كمان يعني لازم أخذ مانية مش بالضرورة بديك تشوف شو الحالة إذا عندي كمان أمراض مزمنة بدنا نشوف إذا في مشكلة بالمفاصل إذا موارمين أحوال العضل لا لا ما في ورام بس عندي كوليسترول وبيخد دواء في يكون من رد تفعل دواء مثلا يعني هون بفضل أنا تستشيري الحكيم لأنه مش بالضرورة يكون المانيازيوم خاصة إذا شي إله علاقة بالأصابيع وبالمفاصل يعني لما بتشتبط تأجريك مش متل لمن أصابيعي إذا الأصابيع وحدهم بيكون أفضل تشوفي أكيد حكيم لأنه إذا نقص مانيازيوم إلا ما تعملي كراب على القليل بيبطط إشريكي مزبوط 100 بالمئة لا لا المفاصل أنا بقول المفاصل هون سربتنا حكيم سربتناها طبيب أهلا وسهلا فيك رعا بيخلاص بـ 809 بتقول بالنسبة للفحص أنا عارف شو المأكلات اللي مصران ما بيقدر يتحملها بيقولوا إذا الشخص عامل الفحص وكان سبق وأكل شي معين بيطلع الفحص أنه عنده عدم قدر التحمل على يلي أكله هلا حسب نوع الفحص في فحصات بيقولولك أنه بديكون إليك مثلا يومين ماشي على دايت معين أو هيدا وفي فحصات لا أنا ما بطلب من الشخص يعمل شي لأنه المكنة اللي عنده بتشتغل جيناتيكلي شو اللي بنصحه يعني بغض النظر إذا بيكلها أو ما بيكلها ما بتأثر ما بتأثر بيشي أبدا أبدا في يكون أيكل وجاية على الكيل في يكون بلات روية في عامل بدوية يعني يجي بحالة الطبيعية يعني مش أنه فرد إلي في كتير أنواع فحصات مش أكتر من أنه إليت يعني عنديك اللي بيأخدو دم من الإيد عنديك اللي بيأخدو دم من الأصبع يعني عنديك الفحصات يلي هي على 90 نوع أو يلي على 47 نوع عنديك الفحصات اللي بدأت نعط كل 3 شهر أو كل 6 شهر يعني في كتير أنواع فحصات للأنتوليرانس هون هن بدون قبل ما يروحوا يسألوا شو هو هالفحص يستوطحوا منواج بيتا تشرح لهم يتكلفوا وما يكون أكيد أنوافحص حصات جداً كمان جداً غالية ومظبوط وبدك تعديهم كل فترة يعني كارثة على الجيبة والنفسية هاي بتصير لحال أيضاً اتصال ألو ألو بونجور أهلا أحكي الدكتورة جب تريد اكيد اختصاصي التغذية تفضل اختصاصي التغذية نعم أنا مدام عندي بس أفتح العنين العنين الماي الصحو أسأل صوبيعي 2 أنا أنا أبرم السد بيكرب جاو بيجعوني كتير ما بعت فيني افتحن بعض ضعيو كذلك بصوبيعي جرية بدك تشوف هون طبيب يعني مش القصة هون حكيم يمكن عدم يمكن مفاصل يمكن ما بعرف قدي إليك مش عامل فحص دم بدك تشوف إذا طالع الكوليستيرول تريجليسيري جسمك عنده عم بيدافع على نوع التهابات معينة لأنه كمان لما بيكون في التهاب قوي مثلاً بالجسم كمان بيتقزدوا شوي المفاصل يعني هاي أكتر أجوية كمان وإيدي يعني الأفضل الأفضل نعم والفحص دم ويشوف الطبيب أو طبيب بصحة عام يشوف الفحص وهو ساعتها بيقرر لوين يحاولك إذا في مشكلة رأي بخلاص 1-4-9 أنا عندي حساسية بالزلعون صيفاً شتاءاً شو العمل للتخلص منها بدنا نشوف عشو بتنا نقدر نعرف نتخلص منها هل هي مثلاً على نوع بولان أو نوع ورود بالجو أو هل هو من أكلي معينة عم يكلها كل يوم يعني ما في أنا أعرف هيك إلو والله من العسل مثلاً ما راح تزوان أيضاً رأي بخلاص 210 أنا لما بكون بمنطقة بيتي بيظهر بجسمي أثار حساسية معقول يكون من السرول لأنه في كتير أشجار سروا حد البيت ممكن ممكن أكيد وفيه يكون مش من الشجار من أكلي من نوع بهارات من نوع خبز فيكون حتى من نوع ماش عم نلبسو كمان نعم في معنى سؤال فويس منسمعو مرحبا مرحبا لو تمحس سؤالي لخصائي تتخافي النعاف سوء بابه وفين ناخده نعاف 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 بس يقعد بس يقعد الواحد في خير بحث النعاف تغريف بيبط مرحبا نعاف هو إجمالا يعني الواحد تعبين يعني فيه يكون لأنه معاملنا مزبوط فيه لأنه عم نكون عم نتقل بالواجبات بس تاكل كمان إذا عنا كرش كبير قدامنا ولما نحنا من نام إجمالا خاصة على ظهرنا الكرش بينزل شوية على مالة الصدر وبيبطل الأكسجان عم بيفوت على الجسم بطريقة مزبوطة 100% هيدا أكيد عم بيأثر على الأكسجان وإداء عم بيفوت على الدماغ ممكن تنهار نوعه تعبينين إذا أنا عم تقل مثل ما ذكرت على واجبات معينة عم بيكون كميات كبيرة كمان واحد بس يتقل بده ينعص وفيه يكون إذا عنده فقر دم عنده هبوط بالفيتامينات والمعادية كثير أشباد إذا حدا ما عم يشرب مو يمزبوط يمكن مشكل إذا ما بيتنفس مظبوط فيه الواحد بس يعني إذا أنا ما بيشتغل على نفسي اتنفس مظبوط كمان ما عم بيفوت أكسجان مظبوط على الجسم بده أتعب لحنا ناخد آخر اتصال ألو ألو بونجور أعطيكم عافية ألو يعافيك أنا عندي درماد نعم وبدأي عندي بالعيل أكزيما وغراتي أوكي حكيم بدي شوف إذا الأكل ممكن خصصة لأنه فيها وقت منها لحالة تقوى كتير وقت ما تحس فيها أوكي إجمالا الأمراض الجلدية الأكزيما والدرماتيتس كل شي بهيدا في بارت مننا أكيد الأكل بيساعد بس كمان في بارت مننا يلي هي الأشياء بالبيئة كمان بتأثر في كثير عالم عندها مشاكل بجلدتها من وراء أكيد كمان تفاعل مع نوع بهرات الأكل بيساعد بيأسر أكيد إله بتاخد نتيجة لما أنت بتتخلص من المأكلات اللي إن كان عندك حساسية عليها أو بس بزيت الوقت في أشياء بالجو بدك تنتبه لما بيكون في حساسية جلد يعني بتبين كمان على الجلد أوقات ممكن يعني كيف أنت بس بتعب ماء فيك توارمة شوي في ناس يعني مش هيدا الورم تبع الألرجية بس ممكن أوقات يعني خاصة إذا عم بيكل الأكل كل يوم كل يوم ممكن صير أنا عاني من حب الشباب من حبوب الجسم لأنه يعني جسم عطول بدي عمور ردة فعل ما هل هل تبع درجات لل انتوليرانس لا الانتوليرانس هي انتوليرانس ما في انتوليرانس خفي جسم مصراني بتحمل شوي أو كتير بقى تعالى ما في انتوليرانس خلاص ما في واسطة منه ما في واسطة أبدا سؤال بونجور بدي اسأل إذا حبوب الكولاجين مناح وإذا بنصحه هلا ما بنصحه حبوب الكولاجين لهلأ الدراسات بتقول أنه بيفيده خاصة ترهل طبع البشرة بحارب الشيخوخة عن خسارة الوزن يعني كيف ممكن نزيد وزننا هيدا لحيكون عنوان موضوعنا تنجي شكرا كبير لألك شكرا 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 شكرا